يوصل معرض القاهرة الدولي للكتاب استقبال عشرات الألاف من زواره يومياً ليتخطى عدد الزوار خلال الخمسة أيام الماضية نحو مليون زائر الأقبال الكبير على معرض الكتاب انعكس بوضوح على نسب مبيعات النشرين المصريين والعرب والأجانب والتي لاقت رواجاً واسعاً في مشهد تنويري متكامل للوعي المجتمعي والرغبة الجادة في تلقي المعرفة شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه السادس إقبالاً جماهيرياً كبيراً مع تخط عدد رواده المليون زائر خلال الخمسة أيام الأولى من فتح عبوابه للجمهور في دورة الرابعة والخمسين أنا بحب الروايات التاريخية أكتر مش إن هي تبقى حاجة في الماضي بس كده لا روايات تاريخية بجد أفهم اللي حصل لأن التاريخ بيتعيد نفسها موجودة كل سنة وشايفاً إقبال السنة دي كويس قوي يعتبر زي كل سنة ما فيش مثلاً في أزمة موجودة أثرت على الناس تيجي لا طبعاً الناس كلها موجودة وشايفاً إن فيه خصومات كتيرة جداً موجودة وإن الناس عملاً بتشتري فيه أسعار بتبدأ من أول جنيه ودي تبقى كويسة أو الفئة معينة من الناس والحد يعني خصومات لحد سبعين في المية أحب دائماً إقراءات الدرسات النقدية صفة عامة وبعد كل الكتاب الشباب بصفة عامة أنهم يقروا الدرسات النقدية يعني حدفتهم كتير أو في فكة الإبداع يعني شايف كتير من الإبداع الشباب السنة دي يعني إيه ماش بالجودة اللي هي وعشان كانت لقى الإقبال كبير جداً على كتب التراث بالروايات القديمة بتاعنا جيب معفوظ الإقبال الكبير على معرض الكتاب انعكس بوضوح على نسب مبيعات النشرين المصريين والعرب والأجانب وعلى رأسهم مؤلفات الأديب طه حسين بمشاركة العديد من دور النشر في عيد الثقافة المصرية والله في إقبال كبير جداً على المعرض السنة دي بالرغم من ذات الأصحاب في كل شيء فروقاناً يكون فيه الأعداد منخفضة أو ما فيش إقبال لكن سبحان الله غير كل سنة الإقبال كان أكثر بكتير يعني هو معظم الناس بيهتم بكتب الدينية ده رقم واحد بحاجة ده من بيجيبه من الأماكن اللي هي المعتمدة أو موسوك منها هي حاجات محقاقة وفيه حاجات فيه نس كتير بتاخد مثلاً من أماكن كتب العلمية أو كتب التاريخية كل واحد على حسب المجال بتاعها منذ اللحظات الأولى أو منذ الساعات الأولى لمعرض القاهرة في هذا العام ونشهد أقبالاً يعني مشهوداً الناس يقبلون على المعروضات الثقافية رغم ارتفاع الأسعار إلا أنهم يبحثون عن كل ما هو جديد في عالم الثقافة وفي عالم الفكر وفي عالم المعرفة خاصة في الدور والهيئات العامة التي تدعمها الدولة المصرية يسجل معرض القاهرة الدولي الكتاب حضوراً كبيراً خاصة في أيام العطلات الرسمية بمتوسط زيارات يومي ما بين 150 و180 ألف شخص بمشاركة حوالي ألف ناشر وعارض إلى جانب عرض 500 فعالية وندوة فنية وثقافية ترجمة نانسي قنقر